السلام عليكم ازايكم حبيبي كل سنة وانتو طيبين النهاردة اول السخور تعالوا نشوف مع بعض هنجاهزين للسخور يلا كل عام وانتو بخير ربنا يا ربي يزيل عنا الوباء والبلاء يا الله والسنة الجاية ان شاء الله في رمضان الجاية ربنا يدينا ويديكم الصحة وطلط العمر ورحت البال نكون احسن حال هعمل فول متابل النهاردة معي معي كمون وملح معي لمون معي تحينة وزيت زاتون والفول طبعا الطبق الرئيسي لفطر المصريين هحط الفول حط الطحينة والزيت عليه ده فنجان فنجان وطبعا الزبادي لازم 3 معالق كبار زبادي او كوباية زبادي لو انت هتشتريها جهزة اما انا عملت الزبادي السنة دي زي كل سنة يعني في المعتاد في البيت في الاخر هضيف زيت الزتون وبعد ما اضربه هحط اللمون عشان اللمون بيتقل دايما الفول فاخر حاجة تعمل دي هضفيها اللمون هنضربه دربة خفيفة كده عشان الكل يختلط ويبقى ايه ناعم مع بعضه هحطه في الطاصة علشان اسخنه بصوا الفول ازاي وريحته جميلة جدا جدا والله يعني ياريت تجربه السنة اللي فاتت انا عملت في فيديو بسبب الفول المتبل ده فهنزله لكم في صندوق الوصف هضيف دلوقتي اللمون عشان احطه على النار يسخن لان انا ايه اتطلعته بيرد انا عمل الفول قابليها بيوم السنة دي عملت الفول ايه مش بدريه ما اتأخر شوي اهو انا عايزة الفول يوصل لكده تقلي بتاعه عشان اول ما هيغلي هيتقل تاني هحط زيت زاتون وهقلبه السحور ده مميز لكل الناس خصوصا اول يوم رمضان هنفرش الصفر بتاعتنا انا عندي بنفتر ونتصحر على الرخامة رخامة المطبخ كبيرة عملاها زي البار كده جهزت العيش وادي الفول بعد ما سخن عندي بيف وعندي زباديش طبعا وخيار وجبنا حطينا وجبنا رومي والاشتا طبعا لازم الاشتا وده الزيتون اللي انا مخلي له ده الزيتون من غير زيت فيزي عندي الزيتون بزيت هبقى في صفرة تانية اقدمه ان شاء الله دي الاشتا اهي لازم الاشتا احنا عندنا على الصخور مهمة جدا حطيت الميا واللي عايز عصير شرب وبكده صفرتي جاهزة اتمنى يا ربي ما تنسوش الفيديو من اللايك والشير وسبسكرايب للقناة للي اول مرة يشوف فيديو هذي اتمنى لكم الخير دايما ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب والمسلمين جميعا السلام عليكم اشتركوا في القناة